اشتركوا في القناة ووصوله الى محطة الفضاء الدولية عبر فيها سموه عن خالص تهنيه لسمو نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله بهذا الانجاز التاريخي غير المسبوق والذي سجلته مملكة البحرين في عالم الفضاء مشيدا سموه بالتعاون الكبير بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين ووكلة الامارات للفضاء والذي جسد الاواصر التاريخية والعلاقات الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مؤكدا سموه ان هذا الانجاز يضف لسلسلة المنجزات الحضارية والتي حققتها البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه وثمنا سموه دعم صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله لتحقيق هذا الانجاز الباهر سائل سموه المولى جلت قدرته ان يحفظ صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد ويديم عليه مفهور الصحة والعافية والسعادة وان يديم على مملكة البحرين نعمة الامن والامان والرخاء والازدهار في ظل قيادة جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه